طيب يمكن ناس كتير بعتت لنا سألتنا عن موضوع 25% المفروض أنها بترد الأولياء الأمور من فلوس الباص بتاع المدرسة عشان ظروف كورونا وخلت الولاد يعودوا في البيت في مدارس امتصلت ورجعت الفلوس دي أو على الأقل خصمتها من مصاريف السنة الجديدة وفي مدارس لا ولما قلنا الأولياء الأمور اشتكوا فلا احنا صلحنا هنشتكي المين هنعمل إيه يعني هما هيسمعوا الكلام يعني هما هيمتصلوا ويرجعوننا الفلوس بتاعتنا آه لازم تكون إيجابي ولازم تدور على حقك ولو ما عرفت اشتاخده يبقى ما ينفعش أن انت تسكت ولازم تتجه للقنوات القانونية والشرعية الخبر بتكلم عن إجراءات اتخاذتها حماية المستهلك غرامة تصل لمليون جنيه للمدارس الممتنع عن رد مصرفات الباص دكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك قال تفاصيل عن إحالة المدارس الممتنع عن رد 25% من مصرفات الباص لأولياء الأمور للنيابة وقال إن احنا تلقينا ألفين شكوى من أولياء الأمور وأحلنا ثلاث مدارس للنيابة وقال إن العقوبة زي ما قلت بتتراوح من 20 ألف لغاية مليون جنيه وإن 95% من المدارس استجابت يعني الألفين مدرسة أو الألفين شكوى دول في مدارس استجابت ورجعت الفلوسطاب والمدارس اللي ما استجابتش اللي هما فيه ثلاث مدارس ما استجابوش وقالوا مش هنرجع وأصروا على رأيهم اتحول الموضوع بتاعهم للنيابة وشكدة بقولنا تسكتوش